اوظف الجمع والطرح في مجموعة الاعداد العشرية الجزء الثاني اوظف لمواطن قطعة ارض مستطيلة الشكل مجموع بعديها بالمتر 40.25 والفرق بينهما بالمتر 4.75 بنا عليها منزلا قيص مساحته بالمتر المربع 162.5 ابحث عن بعدي هذه القطعة بالمتر للبحث عن بعدي هذه القطعة نقوم بقسمة مجموع بعديها على اثنين ثم نقوم بطرح 4.75 على اثنين من البعد الاول اي العرض وزيادة 4.75 على اثنين الى البعد الثاني وهو الطول لتصبح العمليات كالاتي العرض يساوي 40.75 على اثنين ناقص 4.75 على اثنين يساوي 20.125 ناقص 2.375 يساوي 17.75 متر الطول يساوي 40.75 على اثنين زائد 4.75 على اثنين يساوي 20.125 زائد 2.375 يساوي 22.5 متر ماقص المساحة المتبقية قيص المساحة المتبقية يساوي قيص المساحة الجملية نطرح منها المساحة المبنية قيص المساحة الجملية يساوي الطول في العرض 22.5 في 17.75 يساوي 399.375 متر قيص المساحة المتبقية 3.99.375 ناقص 162.5 يساوي 236.875 متر سابعا فتحي وأسامة رجل أعمال لكل منهما مبلغ مالي يقدر مجموع المبلغين معا بحساب الألف دينار بمائة واحد وسبعين فاصل سفر ثمانية وستين ويفوق ما يملكه فتحي مبلغ أسامة بحساب الألف دينار بثلاثين فاصل أربعة اثنان وثلاثين اشترك بالتساوي في بعث شركة خدمات يقدر رأس مالها بحساب الألف دينار بمائتان وستة فاصل أربعمائة بعد سنة حققت الشركة أرباحا تقدر بخمس رأس المال فخصصا ربعها لدعم رأس المال واقتسم ما تبقى بالتساوي ما قيمة المبلغ الذي يملكه كل من فتحي وأسامة بحساب الألف دينار قبل بعث الشركة لمعرفة المبلغ الذي يملكه كل من فتحي وأسامة بحساب الألف دينار قبل بعث الشركة يجب أولا طرح الفارق بينهما من مجموع المبلغين وقسمة النتيجة على اثنين من ثم إضافة الفارق إلى مبلغ فتحي لنتحصل على النتائج التالية 271.068 ناقص 30.432 يساوي 240.636 ألف دينار 240.636 على اثنين يساوي 120.318 ألف دينار مبلغ أسامة يساوي 120.318 ألف دينار مبلغ فتحي 120.318 زائد 30.432 يساوي 150.75 ألف دينار كم تبقى لكل منهما بعد بعث الشركة؟ لمعرفة ما تبقى لكل منهما بعد بعث الشركة يجب أولا معرفة الأرباح وقيمة دعم رأس المال الأرباح يساوي 5 رأس المال بحساب الألف دينار أي 206.400 على 5 يساوي 41.28 ألف دينار قيمة دعم رأس المال يساوي ربع الأرباح أي 41.28 على أربعة يساوي 10.32 ألف دينار ما تبقى لكل منهما من الأرباح هو الأرباح ناقص قيمة دعم المال على 2 41.28 ناقص 10.32 على 2 يساوي 15.48 ألف دينار المبلغ الذي بقى لأحدهما بعد بعث الشركة نمى ب 650 دينار أثبت أن هذا المبلغ أصبح بعد قسمة الأرباح 33.248 بحساب الألف دينار 650 دينار يساوي 0.650 ألف دينار لإثبات أن مبلغ إحداهما أصبح بعد قسمة الأرباح 33.248 بحساب الألف دينار سنقوم بالبدء بأسامة نعلم أن المبلغ المتبقي لفتح بعد بعث الشركة هو 47.550 ألف دينار والمبلغ المتبقي لأسامة بعد بعث الشركة هو 17.118 ألف دينار وهذا يعني أن المعني بالأمر لا يمكن أن يكون سواء أسامة لأن المبلغ المتبقي لفتح أكبر من 33.248 ألف دينار أبحث عن المبلغ الذي أصبح عند أسامة المبلغ الذي أصبح عند أسامة يساوي المبلغ المتبقي لأسامة زائد نصيب أسامة من الأرباح زائد قيمة المال الذينما قيمة المال الذينما هو 650 دينار يساوي 0.650 ألف دينار المبلغ الذي أصبح عند أسامة 0.650 زائد 15.480 زائد 17.118 يساوي 33.248 ألف دينار ثامنا ذهب أنيس وسلمى ونادر إلى متجر والدهم فاغتنموا فرصة وجود ميزان كبير وصعد ثلاثتهم عليه فكانت كتلتهم معا بالكيلوغرام 126.75 نزلت سلمى وبقى أنيس ونادر فوق الميزان فكانت كتلتهم معا بالكيلوغرام 88.25 صعدت سلمى من جديد فوق الميزان ونزل أنيس فكانت كتلة سلمى ونادر معا بالكيلوغرام 81.25 أحدد كتلة كل طفل من الأطفال الثلاثة بالكيلوغرام كتلة سلمى تساوي الكتلة الجملية عند صعودهم الثلاثة إلا الكتلة المسجلة بعد نزولها أي 126.75 كتلة أنيس تساوي الكتلة الجملية عند صعودهم الثلاثة إلا الكتلة المسجلة بعد نزوله أي 126.75 ناقص 81.25 يساوي 45.5 كيلوغرام كتلة نادر إذن تساوي الكتلة الجملية عند صعودهم الثلاثة إلا كتلة سلمى إلا كتلة أنيس أي 126.75 ناقص 38.5 ناقص 45.5 يساوي 42.75 كيلوغرام كتلة سلمى زائد كتلة نادر زائد كتلة أنيس يساوي 38.5 كيلوغرام زائد 42.75 كيلوغرام زائد 45.5 كيلوغرام تساوي 126.75 كيلوغرام وهي نفس نتيجة مجموع كتلة الأطفال الثلاثة 30.5 كيلوغرام 30.5 كيلوغرام 30.6 كيلوغرام 3000 كيلوغرام rot Kontاة 10.6 كيلوغرام 30.7 أكر厚